طيب احنا في مصر الفترة اللي فاتت انتشرت بشدة ظاهرة لمؤخزة الحمير لا مش قصدي البريادمين اللي هما بيستحمروا لا انا بكلم عن الحمير بجد انتشرت الظاهرة دي جدا وضبطت المباحث والطب البطري والحجر الطبي والمشاكل اللي هم علاقة بالحاجات دي خلال الشهور اللي فاتت مجموعات متزايدة مجموعات متزايدة من التجار ومن الجزارين عديم الضمير اللي بيتباحوا الحمير الحية وبيبيعوه لحمها على انه لحم بقري او جموسي او كذا ويتناول الانسان فلما انتشرت الظاهرة وزادت على حدها عدنا ندعبس وراها اكتشفنا كمان القصة مش في لحمة الحمير بس ده القصة كمان فين في الجلود او والله جلد الحمير حيتقالك هو جلد الحمير ده له لازمة لان احنا متخلفين تكنولوجيا بالنسبة لنا جلد الحمير ملوش لازمة لكن بالنسبة للناس اللي بيصنعوا وبيعملوا تحليل وابحاثوا وبيخشوا في المعامل قولوا الناس اللي بتشتغل يعني اكتشفوا ان جلد الحمير ده مفيد جدا مفيد جدا في صناعة الادوية مكونات ويعني بتخش في صناعة الادوية والصين صين اكبر دولة تستخدم مكونات جلد الحمير في صناعة مساحيق التجميل والمكياج للسيدات يعني خدوا بالكم ان الستات معظم مكياجها ايه حماري لكن هي القصة ببساطة شديدة انه فين الرقابة وازاي الناس دي بتعمل كده وتأثيره ايه علينا